الملك المغربي محمد السادس إلى فتح الحدود بين بلاده والجزائر وقال في كلمة له بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش قال إن الوضع القائم بين البلدين غير مقبول ولا يصب في مصلحة الشعبين كما يتنافى مع معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي بشأن حرية التنقل بمناسبة عيد العرش وصف العاهل المغربي محمد السادس عملية إغلاق الحدود مع الجزائر بغير المبررة ودعا الرئيس الجزائري لا تطوير العلاقة بين البلدين قال الملك محمد السادس إن الحدود المغلقة لا تقطع التواصل بين الشعبين المغربي وجزائري وإنما تساهم في إغلاق العقول التي تتأثر بما تروج له بعض وسائل الإعلام من أطرحات مغلوطة بأن المغاربة يعانون من الفقر ويعيشون على التهريب والمخدرات وأكد العاهل المغربي أنه بالإمكان تأكد من عدم صحة هذه الادعاءات فتح الحدود أغلاق الحدود حاليا لم يعود له مبرر لماذا؟ لأن أمن واستقرار المنطقة هو مسؤولي على الشعوب دي المنطقة وأيضا على القادة دي المنطقة المنطقة كيمكن تعرف كلاقيل كيمكن أجسام داخلك مقر جهة الملك تدخل بين الفئة والأخرى ومن طبعا تسيء إلى هذه العلاقات إذن لتأكيدي وتكريسي وترسيخي هذا الأمن الأمن واستقرار المنطقة لا من التطرف ولا من الإرهاب ولا غير ذلك لا بد من العمل مشترك أيضا لا بد من واجهة الأخبار التضليلية وهذا يخدم المنطقة الأخبار التضليلية التي تسيء إلى المغرب وتسيء إلى الجزائر الذين يدعون بأن فتح الحدود يسيء إلى المغرب أو يسيء إلى الجزائر هذين لا يعلمون شيئا كما قال جهة الملك أمام أولا تقدم تكنولوجيا المعروف حاليا ثانيا أن الخبر لم يعد محصورا ويصعب تنقله إلى منطقة أخرى مع هذا التقدم ثانيا أن هناك جالية جزائرية في المغرب كتعرف كيف المغرب غادي كيف ينمو المغرب غادي كيف يواجه الفقر كيف يتقز على التنمية دياله وهذا الشي يعرفه العالم كامل إذن علش نقوم كتبه على بعضياتنا وعلش نقوم دوله أخبار تضليلية اللي ما لا يقاشقا نكونوا واضحين خروج الجزائر المرة اللي فاتت واتش بخصيش يبدو لأني أنا لا شروط على الإجماع العربي في قضية سبتة ومليلية لم يسيء لنا نحن أساء للجزائر أولا وللشعب الجزائري خصوصا دعوة السفير الجزائري باش استدعاؤه لا يسيء لجزائر أصلا لذلك لا بد من أولا إزالة العقابات ثالثا إزالة هذه الحملات الإعلامية غير المنطقية في هذه الفترة الإساءة إلينا لا من التلفازات ولا من مواقع الإلكترونية إلى الشعب المغربي وإلى قيادة المغرب من طبع حلوة إلى توابته وإلى مقدساته هو إساءة طبعا للمسير المشترك للمستقبل لبناء المغرب العربي الآن نحن نزن من دزريبة نزن من دزريبة كورونا ولكن جلالة المالك قدمت دعوة قبل أشنا هي الدعوة؟ راني قلتها قبلة هو وضع آلية مشتركة بين البلدين للتشاور ووضع المقترحات ولكن أنا ذا قال جلالة المالك بوضح أن المغرب منفتح على جزء الحواج واضحين على المقترحات الجزائرية وهذا ليس سهل وعلى المبادرات الجزائرية وهذا هام جدا إذن من بعد 2018 ورغم الدعوة دية الوزارة الخارجية والدبلوماسية المغربية للجزائر للرد من على هذه الدعوة من أجل تفعيلها وتنزيلها ما جابتش جزائر 2019 كان المنهج والتوجه وديل اليد الممدودة وهي المبادرة الكبيرة جدا الآن نحن في 2021 إذن ماذا فعل جلالة المالك؟ هذه نقطة فاتح ذلك الحواج الذي دعا إليه ذلك الساعة كانوا آليات بين البلدين الآن جلالة المالك هو نفسه ليفتح الحواج يفتحه أولا بوضع الحجج والدلائل وهي حجج ودلائل منطقية وعقلانية وتاريخية وأيضا عند هالبعد الاقتصابي اللي قلتي إذن فتح هذا الحوار بدأ الآن بالعرض الملكي كيف لأن يخصص مالك البلاد أكثر حيزا كبيرا من خطاب العرش لهذه الدعوة ولوضع الحجج والدلائل والأرضية والرؤية والمنهج اللي قصنا خدموا عليه جميعا من أجل المستقبل بهذا يكون جلالة المالك قد فتح هذا الحوار ومعالج جزائر إلا أن تجوبه بمثله من طبيعة الحال لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم واتشي كان قاله جلالة المالك في 2018 يعني استند وذكر بالحديث الشريف ديال جده الرسول عليه أسكت الصلاة والسلام لما قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننتوا أنه سيوريته إذن بذلك فالدعوة الملكية الآن هي دعوة للأخوة هي دعوة للدين هي دعوة للجوار هي دعوة لبناء المستقبل بشكل مواحد جزائرين كي عرفونا مزيلا إحنا كنعرفوهم مزيلا إحنا كنعيشوا معهم المآسي اللي كيعيشوا هاليوم كون صبنا وكانوا عندنا جنوح وكانت الحدود مفتوحة كون دخلنا نخدموا حتى إحنا تمانية باش نعطخو خوتنا اللي كيتعرضوا الآن المآسي الجزائرية أيضا إلا كانت شي أزمان ليستر لهلي كتبها في المغرب كنعرفو أش كيديرو خوتنا الملك في سنة 2019 على ما أعتقد نعم في خطاب العشد يال 2019 أعطى واحد الميته القوي وكان قوي جدا قال للجميع شوفوا المغاربة كيفاش تفعلوا مع انتصارات المنتخب الجزائري في كأس إفريقيا هنا يخرص من يخرص هنا تضيع وتتبخر يعني الأخبار المضللة والكلام الكادب والطرهات وغير ذلك سعود وثمانين عباد الله كان مؤتمر تأسيسي الاتحاد المغرب العربي في مراكش ومن سعود وثمانين للآن هذه القرارات الهمة هذا المشروع الضخم لم يتم تنزيلها ولا العمل بها بشكل دائم وعلى أي حال هذا يسئل لشعوب المنطقة طبعا ولكن يسئل خصص لقادة لمقاموش باللازم أنا ذاك في هذا المضحلة وموجه دعواتك التي وجهها جالك المالك الآن الذي يقول أنا لا أتحمل مسؤولية 94 يعني ما حدث من طبع وأنت يا سيد عبد المجيد الرئيس الجزائر لا تتحمل مسؤولية اليوم لذلك فلنكن مسؤولين اليوم أمام أنفسنا أمام ضميرنا أمام الله تعالى بشار لاعلم سوى التهديدات الأمنية الجريمة العابرة للحدود هذا واقع فلا يمكن الآن لدولة واحدة أن تواجه هذه التحديات بشكل مفارد ولدينا أكثر من تجربة في هذا الجانب لم يستطع لم تستطع الدول الأوروبية التي لها إمكانات كبيرة جدا وتشغل بشكل مشارك لمواجهة الهجرة لم تستطع مواجهة التهريب لم تستطع مواجهة التهديات الأمنية فالآن العدو الحقيقي هو واضح بين الطرفين ولربما هذا العدو الحقيقي يستغل هذه التجنجات التي تقع ما بين الدولتين لأن استمرارية حالة التوتر والعلاقات الدبلوماسية الغير الودية ما بين الطرفين فالمستفيد الحقيقي وهو عدو مشارك ترجمة نانسي قنقر